تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالسطار سيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير نتابع معكم تدب رأيات القرآن الكريم من سورة يونس عليه السلام حيث توقفت في اللقاء الماضي عند الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدع حتى إذا أدركه الغارق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين طبعا الحلقة الماضية كنا نتحدث عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقلت في اللقاء الماضي بأن القصص القرآني إنما أتى على مدار كامل سور القرآن الكريم لم يأتي القصص القرآني أكرر هذه فكرة مهمة جدا القصص القرآني لم يأتي كقصة وإنما جاء كعبرة وكعظة لذلك هو يخدم الوظيفة الإيمانية للسورة ولا يخدم القصص كما يعتقد البشر لذلك لا نجد قصة متكاملة باستثناء طبعا باستثناء سورة يوسف سأتكلم عنها لدينا نحن القصص القرآني لدينا قصة آدم لدينا قصة طبعا آدم وابني آدم لدينا قصة نوح لدينا قصة إبراهيم لدينا قصة أهود لدينا قصة صالح شعي موسى سيدنا عيسى سيدنا موسى سيدنا إبراهيم الأنبياء يونس مجمل القصص القرآني ما يتعلق به بفرعون وثمود وعاد وهود كذا جاءت مقطعة في سياق السور القرآنية يعني لا يوجد سورة يعني مثلا كمثال هناك سورة في القرآن اسمها سورة إبراهيم لكن لا نجد في سورة إبراهيم قصة سيدنا إبراهيم متكاملة مقطعة لقطة من اللقطات لماذا؟ لأن القرآن هو كلام رب وليس كلام عبد وهذا هو الفارق القصص البشري يكون يركز على إما الشخصية البطل البطولة الشخصيات أو الأحداث التي يدور حولها أن تدور حولها الشخصيات أو الحدث يدور حول الشخصيات إلى ما هناك بالنسبة للقصص البشري والقصص البشري فيه نسبة من الخطأ وصواب إذا كان القصص يقص من التاريخ أما أنه قرآن فإذا كل كلمة وكل حرف يأتي فهي مصداق لواقع حدث هذا أولا يجب أن نفهمه بنسبة للقصص القرآن يعني ليس خاضعا للتجارب وليس خاضعا للنعم أو لا طالما أن الله قال فقد صدق نحن عندما نتحدث عن الإيمان إما أن نؤمن بالله فإذا أمننا بالله فسنؤمن بكلام الله وبكل كلمة قالها الله سبحانه وتعالى نعمل العقل نكتشف الآثار نبحث كذا لكن لا يمكن أن نخرج عن القول الإلهي وإذا أخطأنا فنسبة الخطأ تعود إلينا وعلينا وليس من كلام الله أبدا حاشا لله فإذا نحن في القصص بس فقط الله سبحانه وتعالى جاء بقصة كاملة متكاملة سورة يوسف لأسباب وبعد سورة يونس ستأتي بعد هود يعني الحلقات قريبة جدا سأبحث وأبين لماذا أراد الله سبحانه وتعالى لقصة يوسف أن تكون قصة متكاملة منذ البدء إلى النهاية أما بقية الأنبياء وخصوصا أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم هو موسى عليه السلام شيخ أنبياء بني إسرائيل لسبب لأن شعب بني إسرائيل اختصه الله سبحانه وتعالى بأمور كثيرة وهو أكثر الشعوب الذي عاند والذي جحد والذي أصبح أتباعه أو أتباع أو ما ينتسب زورا إلى التوراة وإلى سيدنا موسى أصبحوا هم جراثيم البشرية الآن وهم سبب كل مشاكل البشرية وبيّن الله سبحانه وتعالى الكثير من هذه الأمور ورصد حركات شعب بني إسرائيل وتصرفاتهم وكل أمر من أمورهم وقص علينا القصص فيما يتعلق بالمتاعب التي لقت موسى عليه السلام المهم فنحن الآن عندما نجد الآن بسورة يونس نجد مقاطع ليست هي المقاطع المتكاملة إذا أردنا أن نأخذ موسى في القرآن الكريم مثلا فيجب علينا أن نتتبع من أول سورة في القرآن إلى نهاية القرآن ماذا ورد عن سيدنا موسى ونجمع كل هذه الآيات فتتبين لنا القصة متكاملة أما أن نقول بأنه هنا لماذا أو كرر هو لا يكرر القرآن أنا قلت منذ بدء التفسير بأن القرآن فيه أسرار وليس فيه تكرار فيكون اللقطة التي جاءت في المقطع المعين من السورة يخدم الهدف العام للسورة والجانب الإيماني وأيضا لا ننسى بأن القرآن نزل كذلك لنثبت به فؤادك وردتلناه ترتيلا فله للقرآن مزايا لا يمكن لأي كلام أن يصل إلى أي مرتبة من مراطب كلام القرآن فإذا نحن هنا كنا نتحدث أو كانت لأيات التي فسرناها الأسبوع الماضي تتحدث عن سيدنا موسى وهارون وعندما وقف سيدنا موسى عليه السلام وقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألي فسرناها لأسبوع الماضي قلنا بأن هارون كان يقول آمين وموسى يدعو جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى حول هذه الآية قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ونتتبعان سبيل الذين لا يعلموا طيب طبعا فسرناها في الأسبوع الماضي لكن حتى أصل الآية بالآية التي سبقتها قد أجيبت دعوتكما الآية التي نحن الآن بصددها وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأدبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركوا الغرق إذن يتحدث هنا ليست القصة المتكاملة عن الغرق لكن اللقطة تتعلق بالغرق هي إجابة إجابة دعوة موسى عليه السلام هلأ موسى عليه السلام عندما دعا الله سبحانه وتعالى قال له قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما أجيبت طيب كيف أجيبت وجاوزنا طيب بعد سنوات ها ها ليست للإجابة عندما يقول الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حاشاه ليس موظفا عند البشر حتى نقول بأنني دعوت الله هوى للإجابة الله سبحانه وتعالى يختار زمن الإجابة وطريقة الإجابة للدعاء إذا كانت دعاء صافيا لله سبحانه وتعالى فإذن عندما قال الله سبحانه وتعالى ليوسى وليهارون قال قد أجيبت دعوتكما أجيبت وكأن الأمر انتهى وأجيبت الدعوة لكن لأن الله الذي يتكلم أجيبت لكن متى جاء التنفيذ؟ جاء بعد سنوات بعد سنوات عندما غارق فرعون لكن المهم بأنه دعاء وأجيبت الزمن بالنسبة لله سبحانه وتعالى في فارق يجب أن ننتبه إلى أمر نحن بالنسبة لنا البشر عجول خلق الإنسان عجوله لماذا؟ لأننا نخضع لمعايير الزمان والمكان الله سبحانه وتعالى خارج موضوع الزمان والمكان فعندما يقول أجيبت أجيبت الدعوة أنتوا دعيتوا وأجيبت الدعوة لكن الزمن بالنسبة لكم يستغرق هذه الفترة أما بالنسبة لله فقد استجاب الدعاء قدر أنه لن يؤمن فرعون ألهم موسى الدعاء وأجاب الدعاء لن يلهم فرعون الإيمان إلا لحظة الغرغرة يعني عندما وصل إلى مرحلة ليس هو الإيمان الاختياري وإنما أصبح الإيمان الإجباري فهلأ إذن تبين لي هذا درس لنا جميعا بأنك لا تقول أنه أنا بمصيبة أو بهم أو بكذا ويا رب يا رب دعوت ولم يجب أنت تدعو الله الله سبحانه وتعالى يستجيب بالطريقة وبالمكان وبالزمان الذي يعرفه وقدره الله سبحانه وتعالى ففي لحظة الدعاء تمت الإجابة التنفيذ أخذ سنوات لماذا؟ لحكمة يعرفها الله ولحكمة مسيرة الأمور في هذه الحياة الدنيا المرتبطة بالأسباب والمسمبات لذلك هنا لم يتابع المولى سبحانه وتعالى ما جرى مع موسى عندما دعه وهارون وإنما جاءت مقطع الغرب قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم معنا سيدنا موسى نحن لم نعرف في صور أخرى قال أصحاب موسى إنا لمدركون ما هون إجيت قال كلا سيدنا موسى كلا إن معي ربي سيهدي وعندما نزل البحر قلنا نضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالطوض العظيم وكذا لم تأتي هنا هنا مباشرة المولى سبحانه وتعالى مسح الزمن وتجاوز الزمن وعطانا كيف استجاب أتبعهم فرعون وجنود وبغيا وعدوان حتى إذا أدركوا الغرق المهم الموضوع الإيماني قال أمنت هنا قال أمنت فرعون فكان ما بيفيدوا الإيمان وحتى لن نجي للآية جاوزنا ببني إسرائيل البحر جاوزنا لأن الاجتياس لم يكن بأسباب بشرية بل بفعل يخرج من أسباب البشر عندما الله سبحانه وتعالى فرق له البحر ما كان فيه جاوز فإذا قال جاوزنا فلو أن موسى عليه السلام قد حفر نفقاً تحت الماء أو لو كان قد ركب سفناً هو وقومه لكان لهم مشاركة في اجتياز البحر لكن هون المجاوزة تمت بأسباب لير ملحوظة استجابة الدعاء أسباب إلهية فالحق سبحانه وتعالى أوحى لموسى أن نضرب بعصاك البحر هون ما يجيت لشوفوا قصة خرانية أن نضرب بعصاك البحر طيب مياه البحر كأية مياه أخرى تخضع لقانون السيولي والاستطراق عكس التجمد الذي يتسم بالتحيوس والاستطراق هو الذي قامت عليه أساليب نقل المياه من صهريج المياه التي تكون في الأغلب أعلى من طول أي منزل يتم دخ المياه إليها التي تتوزع بعد ذلك حسب نظرية الأوالي المستطرقة على المنازل أما إذا كانت هناك بناية أعلى طولاً من الصهريج هنا يقوم سكان المبنى بتركيب مضخة لرفع المياه إلى الأدوار العالية ما هيك؟ طيب إذا كان قانون البحر هو السيولي والاستطراق فكيف يتم قطع هذا الاستطراق يقول الله سبحانه فانفلق فكان كل فرق كالطوضي العظيم جبال كيف تحول الماء إلى جبال يفصل بينها سراضيب وطرق يسير فيها موسى عليه السلام وقومه مطمئنين لا بد أنها معية الله سبحانه التي تحميه وهي تفسير لقول الحق سبحانه وتعالى كلا إن معي ربي سيدي رغم ذلك طبعهم فرعون وجنوده لعله يدركهم أراد سيدنا موسى عليه السلام بمجرد نجوحه في العبور عبر البحر أن يضرب البحر بأعصاب مشان يعود إلى قانون السيولي يرجع بحر مشان ما يلحاوه فرعون وأنه ما بد يسمح لفرعون الجنوده أن يسيروا في الممرات التي بين المياه التي تحولت إلى الجبال لكن الله سبحانه وتعالى بحزته وبقدرته يريد أن يهلك وينجي بنفس الشيء فماذا قال أوحى لموسى عليه السلام واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون لك ما اللي بدي يغرقون البحر يا موسى اللي بدي يغرقون الله اللي بدي يغرقون الله ترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون أي يترك البحر على حاله فإن خدع فرعون وجنوده وما إن ينزل آخر جندي بعد ما ينزل فرعون وآخر جندي معه إلى الممرات التي بين البحر التي فرقها الله سبحانه وتعالى سيعود البحر سيعود البحر بدون أن تضرب بعصاك البحر لأنه الفعل ليس للعصا الفعل لرب العصا الماء سيعود إلى حالة السيولة فيغرق فرعون وجنوده ذلك يقول الله سبحانه وتعالى هنا فأتبعهم فرعون وجنوده طبعاً ما أتبعهم مشان يحكوهم ويرجعوهم مثل ما كان يقول فرعون لا الله سبحانه وتعالى قال بغياً وعدوان يعني هو أراد أن يبغي ويعتدي عليهم رغم الانتقام والإذلال والعدوان ويصور هنا القرآن الكريم في لقطة سريعة لحظة غرق فرعون بقوله حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت طيب الإدراك أنه أن يلحق بالشيء شيء يلحق بالشيء يدركه يلحقه فكيف تحول الغرق هنا إلى معنى شيء يلاحق فرعون كأن الغرق جندي من الجنود له عقل ينفع فيجري إلى الأحداث حتى إذا أدركوا الغرق لأنه جندي وما يعلم جنود ربك إلا هو لأنه جندي من جنود الله لأن الماء والغرق قال عندها حتى إذا أدركه قال آمنت بشوف شوان آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين مثلا لو قلت آمنت أنك رجل طيب فهذا إيمان له متعلق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل لكن فرعون خلافه مع موسى وهارون بأنه يدعي الألوهية هنا يدعي الإيمان ويقول وأنا من المسلمين يعني ليس فقط آمنت لكن أنا من المسلمين يعني أستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى لذلك قال وأنا من المسلمين لكن الله سبحانه وتعالى لم يقبل ولن يقبل الإيمان في هذه اللحظات لأنه أصبح إيمان إجباع ونحن نعلم أنه لا إكره في الدين ولو أراد الله سبحانه وتعالى البشر مؤمنين ولو شاء ربك لا آمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لا إكره في الدين أما هون صار في إيمان الإكره فإذا غير مقبول الآن لذلك قال الله سبحانه وتعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أتقول أنك آمنت الآن وأنك من المسلمين هذا قولك مردود عليك لأنه جاء في غير وقته وهذا هو فرق بين إيمان الإجبار وإيمان الاختيار كنت تفسد في الأرض يا فرعون عندما بلغت روحك الحلقوم تقول اخترت الإيمان الآن وكما قلنا الحق يجبر الخلق لو أراد على الإيمان لكن الله سبحانه وتعالى ترك لنا الخيار فبعض الناس ما هو الرد يعني الله سبحانه وتعالى وقتل عم يجاوبه وقتل عم يقول الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين الرد ليس على القول لكن على زمن القول أمنت بالله كويس وأنا من المسلمين كويس لكن الزمن ما كويس انتهى إذن ليس الرد على القول الرد على زمن القول وأقيل بأنه قالها فرعون سلاس مرات وأصبح ينادي ويصرخ في وسط البحر ويقول آمنت بالذي آمن به بني إسرائيل وأنا من المسلمين لكن قد انتهى وقت الإيمان طبعا هناك تخريف كثير في ما ورد في التوراة بأن الله سبحانه وتعالى جلس على صخرة وأنزل في حوض الماء ما معرفشو والحوت وكذا وإلى آخر خرافات تدعها بني إسرائيل وليست الصدق هو ما جاء هنا في القرآن الكريم وهو واضح تماما إذن الفرعون غرق كما بيّن الله سبحانه وتعالى وبيّن أنه كان من المفسدين أمام؟ دي واقف عند هذه الكلمة دائما الفساد يأتي من عدم الإيمان الذي يستوجب القيم والأخلاق لأن إذا تحدثنا عن الإسلام نبي صلى الله عليه وسلم عندما سؤل ما الدين يا رسول الله؟ قال حسن الخلق وبالمقابل قال إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق فإذن الدين يؤدي إلى الصلاح والإصلاح والذي لا يرتبط بدين لا يمكن إلا أن يكون مفسدان لأنه لا يوجد ضوابط قيمية تضبط سلوك هذا الإنسان ذلك قال تعالى ظهر الفساد في البن والمحر لما كسبت أيدي الناس اللهم سبحانه وتعالى جعل لنا الكون وجعل لنا الإمكانات وجعل لنا كل ما فيه للأرض جميعا سخره لنا صالحا نحن أفسدنا نحن أفسدنا البيئة نحن أفسدنا البحار نحن أفسدنا الأجواء نحن أفسدنا البشر فإذن العلة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى كان من المفسدين على فرعون هل تقول لي هو الدعاء هو أكثر من ذلك هو قال أنا ربكم الأعلى هو الدعاء الألوهية لكن الله سبحانه وتعالى عندما بيّن العلة أو مرض فرعون وقتلدع الألوهية فهو أفسد فساد فإذن الآن شوفي يا مدي حتى تأخذ زمن معك أنت رحبا تقولها بالقرآن الآن هكي تقرأ الآن هذا الزمن مهم جدا للتوقف أو للتأمل الآن أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وهنا الدين لا يبغي إلا صلاح أما من يدعي ويقول بأن الدين هو يؤدي إلى كذا وكذا ويقول ها شوفوا والله هذا بيصلي وعم يجذب هذا بيصوم وعم يرتشي هذا عما يحتكر البضائع هذا عم يرفع الأسعار هذا عم يعمل ويصلي أنت تقرن الأمر بقياس فاسد هذا قياس فاسد من ضمن الفساد أيضا هذا قياس فاسد الصلاة والصيام والزكاة لا تأمر الإنسان إلا بعكس هذه الارتكابات هذه الارتكابات أخذها من فساد المجتمع وليس من الدين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والبغي معنى كلمة البغي تجاوز الحدود الصلاة هي صلة مع الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ماذا يأمر؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي قربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيثكم علىكم تذكرون أي فساد فإذا لا تربت سلوكيات المخالفة للدين بعبادات ذلك نحن دائما نقول ربط بين المقاصد والشعائر وربط بين الواقع وبين العبادات يتابع المولى سبحانه وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية يعني كان غرقه وغراح الجسمانه بالهي لكن نجيه ببدنه لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون طبعا نحن نعرف أن الإنسان مكون من بدن البدن يعني الهيكل المادي المصور على تلك الصورة وهناك الروح التي في البدن وبهما تكون الحركة والحياة وساعة نقول بدن فلنفهم أنها مجرد عن الروح مثل ما نقول جسد وإذا أطلقت كلمة جسد معناها الهيكل المادي المجرد من الروح فاليوم ننجيك ببدنك طيب بالله لو أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر البحر أن يلفظ جثمان فرعون أمر البحر الفوض جثمان فرعون خليه يطلع على الشرط الجثمان لو لم يأمر الله سبحانه وتعالى بذلك أما كان من الجائز أن يقولوا أنه إله وأنه بديرجح مرة أخرى لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرى الجميع منذ ذلك اللحظة حتى الآن شايف حتى الآن هذه الجيفة الغارقة حتى لا يكون هناك شك أن الفرعون قد غرق وينظر القوم إلى حقيقته فيعرف أنه مجرد بشر يصبح عبر البشر بعد أن كان جبارا مسرفا طاغيا يقول لهم ما علمت لكم من إله غيره طبعا البعض من باحثي التاريخ يقول أن فرعون المقصود هو التحتمس وأنهم حللوا بعضا من جثمانه فوجدوا به آثار مياه مالحة بصداق القول الحق سبحانه وتعالى فاليوم أن ننجيك بمدينك لتكون لمن خلفك آية لحتى هذه اللحظة هو آية لأنه الآن بالعصر الحديث حللوا الهيو ووجدوا فيه آثار لمياه مالحة لطحنيت طبعا وطبعا فرعون بس نقول كلمة فرعون بذكر الأخوة المشاهدين فرعون ليس اسما لشخص بل هو توصيف لوظيفة وأجساد الفراعين محنطة ولها علة ويتطعف كل إنسان عندما يركف انهارت هذه الحضارات وكيف بقيت تلك الأبدان آية نعتبر بها الله سبحانه وتعالى تعرض لقصة فرعون فرعون ذي الأوتاد ويقول الله سبحانه وتعالى إن ربك لب المرصاد إذن وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون آه إن كثيرا من الناس ما كل الناس قالوا سيانة الاحتمال من بعض الناس آية مؤمنين لكن كثير من الناس الحقيقة عن آيات الله هي هذه آية من الآيات شو آيات الله لغافلون آيات الله أي الأمور الدالة وحن نقول حنها الآية معجزة الدالة على وجود الله يعني إن عندما تستيقظ وترى الشمس أي عندما ترى الليل والنهار أي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذا هو المعنى أن هناك الكثير من الناس عن آيات الله التي تدل على وجود الله وعلى قدرة الله وعلى أننا من الله وإلى الله يتابع المولى سبحانه وتعالى ولقد بوعنا بني إسرائيل مبوأ صدقه ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم الحلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون كلمة تبوأ مبوأ تعني إقامة مباءة أي البيوت التي فيها السكن الخاص وإذا أطلقت الكلمة مبوأ فهي تعني أو مبوأ أو تعني الإقليم أو الوطن والحق سبحانه أتحى لهم ذلك في زمن موسى عليه السلام أتحى لهم السكن وقال أنهم سكنوا الأرض وتحدث المولى سبحانه وتعالى عن شعب بني إسرائيل في سورة الإسراء التي تسمى سورة إسرائيل يعني هذه السورة التي بدأت وأعطت البشارة بأن المسجد الأقصى سيعود إلى حاضنة المسلمين بإذن الله سبحانه وتعالى مبوأة صدق ورزقناهم من الطيبات الصدق تعني جماع الخير والبر لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل يكون المؤمن كذا يكون المؤمن كذا قال والذي نفسه يكون كذبا قال والذي نفسه محمد بيده لا يكون المؤمن كذبا الله سبحانه وتعالى قال في آياته رابطوا مصرا فإن لكم ما سألتم على شعبان إسرائيل أي أن الحق سبحانه وتعالى حقق لهم وأعطاهم ورزقهم وأنجاههم من فرعون وكان المفروض أن تستقيم أمورهم فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إذن المقصود ماذا اختلفوا العلم هو السبب من اختلافهم هي الدلائل التي وردت في التوراة عن علامات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فمنهم من ترقب مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمن به ومنهم من تمادى في التغيان لذلك قطعهم الله سبحانه وتعالى في الأرض أماما حين ننظر إلى دقة التعبير القرآني نجد يحدد مسألة التقطيع هذه قطعهم أماما فهم في كل بلد موجودين قطع قطع أي أن الله سبحانه وتعالى لم يجعلهم شعبا فتنا عمد يدعوا هلا لكن هم في كل بلد موجود قلة منهم وقلنا من بعده لبني إسرائيل سكنوا الأرض ماذا يسكنوا الأرض؟ ماذا يسكنوا الأرض؟ ماذا يسكنوا الأرض؟ فهم خاطئ من السطحيين والبعض يقول سكنوا الأرض ليش في سكان في غير الأرض؟ آه يجب أن نلحظ أن الحق سبحانه لم يحدد لهم في أي بقى من الأرض أن يسكنوا فيها ما أدعاه لأنه فلسطين لهم أو سيناء أو كذا فكأن الحق سبحانه قد بيّن ما أصدره من حكم عليهم بالتقطيع وقطعناهم في الأرض أمم فإذن لا وطن لهم كما يدعون لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في أي ولا في صحف الموسى ولا في أي مكان إذن هم محتدون آثمون على أرض ليست بأرضهم شردوا الشعب الفلسطيني واحتلوا المسجد الأقصى وكنيسة القيامة طيب فما اختلفوا حتى جاءهم العلم أي أن علمهم بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم صاره مظهر اختلاف ميناتهم لأنهم سمعوا وقرأوا علامات الإمام بالنبي عليه الصلاة والسلام واختلفوا في ذلك مع أنهم قبل أن ينزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كانوا متفقين وتوعدهم المشركي قريش بأن هناك نبي سيأتي وأوسو الخزرج كانوا في المدينة قالت الأوسو الخزرج إنه النبي الذي توعدتنا به يهود فهي بنا لنذهب من أسبقهم إليه قبل أن يسبقونا لكنهم اختلفوا يأتي عبد الله بن سلام وهو حبر من أحبار اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن اليهود يا رسول الله إن اليهود قوم بهد وإذا أنا آمنت بك سيقولون في ما يسيء إلي لذلك فقبل أن أعلن إسلامي سألهم عني وكان الإسلام في ذلك يسلك السلوكا يتناسب مع كونه يهودي ولما اجتمع مع شر اليهود سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في ابن سلام قالوا حبرنا وشيخنا وهو كل الورع فينا وبعد أن أثنوا عليه ثناء عظيمة قال ابن سلام يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وهنا بدأ اليهود يكينون له السباب فقال ابن سلام ألم أقول لك يا رسول الله إنهم قوم منبط ويجري الحق سبحانه وتعالى هذه الآية إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه أختلفون أي أن الله سبحانه وتعالى يقضي بهذه الأمور وما جاءوا من الوصف والإيمان منبقى على اليهودية المتعصبة ضد الإيمان ونلحظ أن كلمة بينهم توضح أن الضمير عام لهؤلاء ولأولئك والحق سبحانه وتعالى يقضي يوم القيامة بين المؤمنين والكافرين ويقضي بين الكافرين أنفسهم فمن كان ظالما منهم لغيره أو مختلسا أو مرتشيا ومن عمل على غير عمل كل شيء بمقدار ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فما تظلم نفس الشيئة وإن كانت مثقلة حبة خردة أتينا بها وكفى بنا حاسمين والآية هنا تفيد العموم في القضاء ماضيا وحاضرا ومستقبلا بين كل مؤمن وغير مؤمن بين كل تائب وحاصل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما يفعنا إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير والصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وصحبك أجمعين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة